اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب اهمية اتخاذ القواسم المشتركة وقاعدة التقاء الجهود الرفيعة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية نقطة انطلاق نحو افاق ارحب من التعاون الوثيق بين مجلس النواب البحريني والكونغرس الامريكي جاء ذلك خلال المباحثات المشتركة التي عقدتها معالي رئيسة مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق مع سعادة النائب جو ويسلون نائب رئيس اللجنة الفرعية للشرق الادنى بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الامريكي وذلك ضمن زيارة رسمية يقوم بها الوفد النيابي للعاصمة الامريكية واشنطن واكدت معاليها التطلع لتأسيس مرحلة تعاون جديدة بين السلطة التشريعية في مملكة البحرين والكونغرس الامريكي وذلك عبر القنوات التي تقوم على الثقة والاحترام المتبادل واكدت معاليها ان اللقاءات التي عقدت خلال الزيارة الراهنة تمثل فرصة نوعية للبدء في مرحلة تعاون متقدمة بين مجلس النواب والكونغرس الامريكي واستعرضت رئيسة مجلس النواب المخرجات المتنامية فيما يتصل بالإصلاحات الاقتصادية وما توفره مملكة البحرين من بيئة جاذبة للمستثمرين من جانبه اشهد سعادة النائب جو ويسلون بما تشهده مملكة البحرين من جهود تطويرية وتنموية وما تحققه المملكة من مؤشرات تقدم متميزة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مؤكدة متابعة ما يقوم به سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من عمل دؤوب وجهد نوعي ترجمة نانسي قنقر